تفضل الصالحين عبد النبي عبد النبي عبد المولى لو سمحت عبد النبي عبد المولى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين الرحب بسيد دولة الرئيس مجلس الأمة المصري والوفد المرفق له السادة السيد الرئيس والسادة الزملاء النواب نحن مهما تكلمنا وتحدثنا لا يمكن أنه في مصر التاريخ مصر العروبة مصر الحضارة لأنه فيها حقها في موقفها وتضحياتها من أجل لم شمل الأمة العربية بكامل مصر ضحت منذ أزر التاريخ وما تزال تضحي وموقفها ثابت مع كل المواقف التي تعرضت لها مصر وهي الآن وفي السابق شامخة شموخ الجبال موقفها موقف عربي واحد مناصرة لقضايا الأمة العربية ونشكرهم موقف حكومة ورلمانا وشعبا موقفهم مع الشعب الليبي وحفاظهم على دولة ليبيا من التقسيم وموقفهم مع مجلس النواب جزاهم الله عننا خيراً أود أن نوهي نقطة سيد الرئيس وأود من السيد رئيس مجلس النواب مصر أن يقف معنا كاليبيا لدينا مواطن ليبي يتعرض إلى التعذيب والإهانة في دولة لبنان السيد هانيبال إقذافي فإخواننا أهنا في هذا المواطن مواطن ليس له أي علاقة بكل هاي الظروف والآن يتعرض إلى التعذيب والإهانة فنأمن من السادة حكومة وشعباً المصرية تدخل مع الحكومة اللبنانية لإنقاذ هذا المواطن ونزاكم الله عننا ألف خير ونزاكم الله شكراً شكراً